سلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد اليوم رح نسوي خبز البالون أو خبز المقلات المنفوخ طريقة بسيطة وطعم طيب إن شاء الله تجربوا ويعجبكم قبل ما نبدي إذا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة وحبيتوا الفيديو اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد نقول بسم الله ونبدي رح نبدي ويا المقادير اللي أحتاجها لعمل هذا الخبز رح نبدي ومقادير قليلة للتجربة وإذا حبيتوا أنتوا زيدون الكمية تقدرون الضعفون كل المقادير عندي هنا ثلاث أكواب قياسية من الطحين الأبيض مع كوب من المي يزيد أو يقل حسب نوعية الطحين اللي رح نستخدمه عندي هنا ضرف أيضا من الخميرة الفورية ما يعادل ملعقة طعام ممسوحة من الخميرة الفورية ملعقتين طعام من الزيت النباتي ملعقة شاي من السكر وملعقة كوب من الملح هذه هي المقادير اللي أحتاجها لعمل خبز البالون أو خبز المقلات المنفوخ رح ننتقل هسة إلى طريقة العمل أول خطوة نسويها نذوب الخميرة نخلي الخميرة بالمي ونخلي عليها السكر ونحرك المكونات مع بعضها ونتركها دقيقة دقيقتين إلى أن تبدي الخميرة تشتغل بعدها رح نروح للطحين ونضيف علي الملح نخلط الملح ويه الطحين بها شكل هذا ونضيف علي الزيت ونضيف علي الخميرة بعد أن بدت تشتغل ونبدأ نعجن طبعا أنا بالبداية أضفت كوب واحد من المي ونبدأ نزيد شوية شوية حسب حاجة العجينة أكون نوعيات طحين تأخذ كميات كبيرة من المي وأكون نوعيات طحين تكتفي بكمية قليلة استمرت بالعجن إلى أن وصلت العجينة إلى هاي المرحلة شوفوها شلون طارية ما تكون قوية ولا تكون تلزق تكون قوام العجينة يعني واسط غلفتها ورح أتركها تتخمر لمدة ساعة هذا شكل العجينة بعد مرور ساعة ضروري تلتزمون بكل التوقيتات اللي رح أنطيكم إياها حتى تحصلون عن نتيجة اللي ترضيكم على سطح نظيف رشيت كمية من الطحين وقسمت العجينة به الشكل هذا طبعا قياس قطعة الخبز الوحدة حسب رغبتكم تحبوها أصغر تحبوها أكبر أنتوا تتحكمون بهذا الشي طبعا هذا الفيديو بناء على طلب من صديقة القناة العزيزة سراوي وأسفة جدا لأنه تأخرت عليها بتصويره لكن والله دع حاول يعني أنفذ طلباتكم بالسرة وحسب المواد المتوفرة يعني تعرفون هسا الوضع استثنائي ومدى أقدر أروح الغير مدينة فإن شاء الله خلال الأيام الجاية اللي أقدر أصوره رأسا رح نزللكم إياه وطلباتكم أوامر زين هسا شكلنا الخبز مالتني به الشكل هذا على شكل قرص وترى أني مو خبازة بس يعني طلعت حلوات هسا رح نغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة إذا متركتوها نصف ساعة ما رح ينفخوا إياكم الخبز ورح تفشل العملية كلها بعدين رح نجيب مقلات ونخليها على نار متوسطة ما يحتاج ندهن المقلات بأي زيت أو دهن أو زبد هي مجرد مقلات نخليها على نار متوسطة ننتظرها تحمي يلا نضيف قطع الخبز به الشكل هذا اللي شفتوه رح ننتظر هسا ثواني إلى أن تطلع فقاعات على الوجه يلا نبدي نقلب الخبز وانتبهوا لطريقة العمل يعني حاولوا تركزون على كم مرة حركت الخبزاية كم مرة قلبتها مش قد انتظرت يلا قلبتها به الشكل هذا كل خبزاية تاخذ تقريبا ثلاث دقائق وتكون ويانا جاهزة أهم شي النار مالتكم ما تكون عالية ولا تكون هادئة كلش تكون وسط وحاولوا تستخدمون مقلات يعني تيفال حتى العجين مالتكم ما يلتصق وذاعتكم صاج وبعد أحسن أرجع وأكد على أهم خطوة تسووها أنه بعد ما تقرصون العجين تتركوه يرتاح نصف ساعة إذا ما تركتو يرتاح نصف ساعة ما رح ينفخوا ياكم الخبز ورح يفشر هس هنا الخبزاية بدت تنفخ باستخدام الملعقة الخشبية رح أضغط ضغطة خفيفة على الجزء اللي يدين نفخ حتى الهوى الساخن داخل الرغيف الخبز يتوزع يعني ما ينفخ من جهة وحدة وبعدين تنفتح الخبزاية ويعني تخرب مثل ما نقول لا منشوفوا هده ترتفع من جهة وحدة باستخدام الملعقة الخشبية أضغطوا ضغطة خفيفة حتى الهوى الساخن اللي بداخل رغيف الخبز يتوزع ونبقى كل 3-4 ثواني نقلبها كل شوية نقلبها حتى يعني تستوي من كل الجهات وتأخذوا يانا هذا الشكل الحلو طبعا ما تتخيلون الريحة شقاط طيبة ريحتها تخبل خبز دازة وحار وطعمه كلش طيب إن شاء الله تجربوا وينجحوا إياكم تقريبا الخبزاية مالتنا صارت جاهزة كل قطعة خبز تأخذ 3 دقائق قد تكون ويانا جاهزة وطبعا بعد أن نرفعها من المقلات رح تفش وصير ويانا بهالشكل الحلو هذا سحشوفكم شكلها من الداخل طبعا طعمها صدقوني كلش طيب ريحتها تخبل إن شاء الله تجربون الوسطة وإن شاء الله تعجبكم هذا كان الفيديو مالتنا لهذا اليوم يارب تكون الطريقة عجبتكم وحبيتوها إذا حبيتوا الفيديو لا تنسون تخلولي لايك وتشاركوا بين الأصدقاء وإذا بعدكم ما مشتركين بالقناة اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعارات في كل مرة أنزل بيها فيديو جديد شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة شكرا